حول هذا الموضوع انضم لنا من واشنطن علي رضا جعفر زادة نائب مدير مكتب تمثيل للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية في واشنطن مرحبا بك سيد علي بداية كيف تريد ايران ان توصل هذه النقطة هي من جهة لا تريد الالتزام بالاتفاق النووي الموقع معها وهي من جهة اخرى رغم انها لم تنسحب منه بعد ومن جهة اخرى تريد ايضا ان تلتزم او ان يعاد هذا الاتفاق للواجهة ما الذي تريده طهران تحديدا الملالي يريدون رفع العقوبات بدون تقديم اي شيء النظام الايراني ينتهك التزاماته في الاتفاقية النووية وفي القضايا الاوسع التي تتجاوز انتشار الاسلحة النووية النظام يريد العودة الى الاتفاقية النووية دون تقديم اي شيء وهذا لن يتم النظام الايراني يجب ان يكون مستعدا لتغيير سلوكه المشكلة الرئيسية التي تواجه النظام ليست الموضوع النووي وانما التهديد الوجودي للنظام بكامله النظام يواجه مشاكل اقتصادية وايضا فساد 80% من الايرانيين يعيشون تحت خط الفطر هل تريد طهران ان تختبر صبر الادارة الامريكية الجديدة لانها يعني فهمة من انها لم تخفف نهائيا لا من حدة خطابها ولا من طريقتها حتى افتعاطي مع الولايات المتحدة خاصة مع استلام ادارة جديدة تؤمن بنهج ديبلوماسي افضل مع ايران بكل امانة النظام الايراني يستخدم الابتزاز للحصول على تنازلات من الادارة الامريكية ولكن النظام لن ينجح لا يهم من يشغل البيت الابيض النظام يجب ان يغير سلوكه عليه ان يتخلص او يتخلى عن برنامج التخصيب وان يتطرق للمجالات العسكرية للبرنامج النووي ثم هناك موضوع الصواريخ وهو جزء اساسي من البرنامج النووي ما المشهد الذي سنقبل عليه برأيك سيد علي هل ستقبل ايران في الاخير في نهاية المطاف سوف تعود لتقبل اتفاقا جديدا يشمل صواريخ الباليستية وتحجم نفوذها في المنطقة لا اعتقد ان ايران مستعدة لعمل ذلك هناك الكثير من النقاش ولكن الى ان يجهز النظام لاتخاذ اجراءات ويتخلى عن سلوكه في المنطقة لن يحدث شيء الوزير بلينكين قال امامنا وقت طويل والنظام سيواجه الكثير من المشاكل المحلية لان الشعب الايراني سائم حكم الملالي خاصة في اعقاب الجائحة والنظام مسؤول عن اشياء كثيرة تحدث الان في ايران علي رضا جعفر زادة نائب مدير مكتب التمثيل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في واشنطن شكرا جزيلا لك